اشتركوا في القناة 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 كيف بدأت إيمان بإنخراطها المجتمعي؟ يعني كيف بدأت يعني ما الذي دفع إيمان إلى الإنخراط في الجالية من الناحية الثقافية والإيبنت خبرين أكتر الإنخراط كانت هي صدفة شوية حضرت على فيلم تابع لجمعية الأمريكتين في 2016 في 2016 أظن جابوا فيلم تونسي يحكي على تونس وقت الثورة الربيع العربي وكان ندوى بعض الفيلم مع مخرج الفيلم وكذا وشاركت بمداخلة بعدها إذا كنت حاولت أن أنا وكوزان كيف يقول وصاعة واحد ينسى العربية أبناء العمر أحياناً بتصير معي كمان نعم، 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 في مشروع ويب غاديو فكنت نعمل في كابسولات على الإنترنت والمدير العام لجمعية الأمريكتين الجمعية هذه كان يحضروا في الدورة الأولى لمهرجان اليسامين التونسي وشاف فيديوهاتي وقال لي هل يعني تحبش تكون مقدمة يعني تقديم ثنائي لأول دورة وكذا فهذه كانت أول خطوة في أني يكون يعني أكثر كانت أول لقاء مع عجلية يعني على المدى العريض كما يقوله ومن هذي كان بديت أكثر فأكثر 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 لنلتووليتم حبهم برشا 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 بأي شهر بحدث هذا المهرجان في شهر تقريبا دائما في شهر الجولاي جميلية منتصف الجميلية ولكن للأسف مع الكورونا كل شيء نعم للأسف إيمان ده نسألك عن التوانسة من هم التوانسة ما تاريخ هذه المنطقة هل سكنوا فقط هذه المنطقة اللي هي حد جغرافيا الآن تسمى تونس الجمهورية التونسية هل هو هذا المكان اللي سكنوا أم هم سكنوا أماكن أكثر لتوانسة تاريخيا فضل أنا اللي نجم أكد لك اللي فهم اختلاط مانيش مختصة حتى إنه الاختلاط يمكن وضع حتى بالنسبة بالنسبة لأي أنا تونس الحضارة هي كثير الحضارات مرت على تونس كما تعرفوا تركيا الاندلس الروم يعني فم اختلاط جاء يعني أكيد الاستقرار كان في تونس ولكن يعني من 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 الغرب حتى اللي نوصل ل في الفريقيا الفريقيا няя الفريقية تولي تونس كانت قديما تسمى افريقيا 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 عفوان على نعم وهو هذية تونس بما أنها ملتقى الحضارات نجمو قلو خلى اللي بش نحكي وعليه بعض اللي كل ما هو في اللهجة التونسية من اختلاص نعم لذا ما نجموش نأكد لك معلومة من أين جاء التونسية ولكن فما الأمازيغ والباربر طبعا هذه معروفة جدا يعني كله تقول أنت تلاقي الخضارات صار في تونس ولكن عبر كل المحطات اللي عبر بقارة الإثميقية تقريبا حسنا نتوقع احنا بنعرف أنه بتونس حتى تتعدد اللهجات وبعض اللهجات يعني أنا يعني تعرفت على الناس من تونس ومن جنوب تونس وهناك اللهجات حتى يعني لا يمكن أني قادر أفهمها يعني ليش لأنه مختلط فيها حتى يعني هي لغة البربر على ما أظن هل يعني إيمان كم تعتقدين كم يعني لغة محلية ممكن يكون فيه في تونس أو لهجي أو لهجي مثلا فيها أو اللي يقولوها كله اللهجة التونسية ولكن اللهجة التونسية فيها عديد اللهجات أو المصطلحات اللي جاية من الحضارات الأخرى وخاصة الأمازيغية الأمازيغية موجودة بكثرة في اللهجة التونسية وحتى كتوانسة أحنا يعني بعد فما علماء اجتماع هم مش علماء ولكن أخصائيين عن الاجتماع أفدوا اللي برشة كلم تونسي تقول إن كلو أحنا في بالنانو تونسي ولكن هو أصله أمازيغي يعني دراسات في الأنتروبولوجيا يعني في الأنتروبولوجيا نعم 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 نجم نعطيك مثلا بعض الأمثال مثلا كلمة درجة جدا قلوا للا تعبيرا على الجدة أو الخالة الكبرى قلوا للا نانا هجالة هجالة هي الأرملة ولكن الأصل الكلمة هو أمازيغي شلاغم الشنب بكوش الأصم عزري نقولوا لي مثلا شاب شاب في مقتبل عمر عزري ما سفناريا سفناريا دي هو الجزر نعم دشرة بلوتة 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 اللي هو الحلق هلأ موسم الزلاع مثلا موسم الزلاع صح نعم هلأ موسم الزلاع اللي هو البطيخ صح هلأ موسم الزلاع صح نعم الزلاع هلأ موسم الزلاع هلأ موسم الزلاع هلأ بعد إذنك أستاذ إيمان حابين نرحب بالمثقار الكبير الأستاذ وليد وليد غربي من رحب فيك وليد غربي لما يأزف على الفيولين تتساقط أمامه الحشود وتقف عظمة لكل نغمة تصدر من هذا الفيولين شارك في عدة مهرجانات عربية في كندا دعم عدة ثقافات وجاليات عربية أنا أشهد على ذلك وأيضا كان خير سفير للموسيقى التونسية في كندا أهلا وسهلا فيك يا وليد أهلا وسهلا صهرة طيبة للجميع وجميع المتابعين قبل كل شيء حديثت نشكركم على الاستضافة هلية لهذا استضافة لليانة وكل الجالية التونسية هنا في كندا ونحن هنا نمثل الثقافة والهوية التونسية وما هذا كم الهوية وخاصة محور البرنامج اليوم هو محور تراثي وفولكلوري وش نحكيه على تونسنا لذلك طبعا الأستاذ وليد عمل عدة فقرات تونسية في عدة مهرجانات عالمية مش بس في كندا وله أيضا إبداعات في بعض الآلات الموسيقية اللي هو عملها تطوير الآلات الموسيقية تونسية فيعني احنا نفتخر بوجود الأستاذ وليد معنا شكرا لكم الأستاذ إيمان طبعا أعطتنا شيء بس أنا محضر يا أستاذ إيمان كويز لني سرين لني سرين يلا أنا جاهز بالصراحة ما بتعرف عنهم شي نسرين اليوم فاجأني الدكتور جمال أنه رح يعمل لي كويز هات لنشوف دكتور جمال هات ما في جعبتك أنا بس أليك بتكون سينتي بتحكيلي باللغة العربية أو بالفلسطيني زي ما بدك علوش نعم علوش طبعا 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 وليد حطي لها إياها في جملة عربية خروف العيد يعني آه اسمه علوش خروف العيد العلوش خروف العيد السؤال تاني كرهبة آه كرهبة هذه صعبة عليها بخلقا صعبة هذه مش كهربة صح؟ كرهبة آه سيارة العربية السيارة 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 حسنا عظام 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 يعني عظيم؟ لا لا عظام لا عظام زيرو زيرو خلص أخذت زيرو هل تحب تساعدها؟ آه ساعدها برشا بروتينات باهي للرجيم في لون الأصفر في قلبه لون الأصفر اللي هو الشو اللي هو العظام؟ البيب البيب آه أوكي البيب كل العظمة نحن العظمة أنا بعرف البيب بالتركي لكن بعرفته بالتونسي الأستاذ محمد تميمي إذا بسمعنا لازم يحب هاي الكلمة فرطاص فرطاص تذكر محمد تميمي هاتلا نشوف فرطاص بربرية كلمة بربرية عن جد يعني لح يمشي حلاق بس كي حتى يعني عدم المعرفة بالشي هو دليل أنه نحن عم نتعلم الليلة فهلا نحن نقرب لك الإنسان يمشي للحلاق في نوعين من حلاق يعني شو طرع معنا الكلمة الفرطاص أوه قال لك وليد أعطى كنديس باي قال لك أعطي كنديس فهم حلاقة فهم حلاقات فهم حلاقة على الآخر وهم حلاقة متوسطة أنا هيا جي أختار منهم اللي هو الأصلع 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 كلمات صحبة اليوم شو بعد شي بالكوزية دكتور جبار سؤال آخر واحدة آخر واحدة يمكن تكون سهلة جرمانة شي فرقها في كندا في كتير بيجوا من الجنوب عنا بهاجروا بالصيف بيصبح في النهر بيصبح في اللاك في النهر بط بطة مظبوط بطة جرمانة يلبطة يلبطة طيب أنا بدي أسأل عن عن الكلمات المشهورة اللي هي الأشهر كلمات تونسية برشا من وين يجت هاي الكلمة برشا هل تعرف وين لها إلها لها البرشا آه البرشا هي عند العرب السنة البرشا يعني السنة الخير الكثير السنة خيرة كما يقول أوكي عشان هيك كتير معناها أوكي أنا مرة شفت تونسي بولي بدنا نروح نشتري زرابي زربايا زرابي زرابي قلت لك ماذا هذه زرابي قال لي اللي أنت تحطوها على الأرض هذا طلعت قلمة باللغة العربية الفصحة لكنها لا تستخدم بيننا اللي هي من القرآن زرابي مبثوثة ف المغاربة يستخدموها ولي هي السجادة إحنا نسميها أو أو بوكيتة زرابي حلو تعلمنا معلومات كتير حلو لغويا الليلي زادت شوي عندنا الدكشنوري باللهجات والمتعدد طبعا بوطننا العربي هل فرق كبير بين اللهجات بين الشمال والجنوب يا وليد هي تونس نظرا اللي هي فاتثة نفسنا حضارة وخليط من الحضارة تمروا على دولة تونسية من كما قلنا من بربل الرومان للفاطميين للحثمانيين القدوم الأندلوسين إلى تونس الخلوب العالمية الأولى والثير يعني قربنا للغرب قربنا المارتة نحن مارتة سنزيرة مارتة مثلا قريبا تونس وانا رحت المارتة اكتشفت كلمات نحن نقولوهم في لغتنا الدرجة موجودين في جزيرة في الدولة المارتية في إيطاليا كلمات نقولوهم التلين نحن نقولوهم كيف كيف يعني ما بين الجغرافيا والتاريخ والحضارات يعني خلق لغة خاصة لغة لهجة تونسية خاصة وحتي في الجهات تونسية بين الشمال والشرق والغرب والجنوب وكل جهات يعني اللهجة والنطق مختلف كليا يعني كيف يعني تفهم تفهم اللهجة لكن تحسها لهجة تقول هذا من الجنوب تقول هذا من الشمال يعني حوالي 60 كيلومتر اللهجة تتغير لكسان تتبدل يعني تحس يدك من الشمال مثلا مدينة بن زرت هي بعيدة على 60 كيلومتر اللهجة تغيرت تقول هذا بحق بن زرت تمشي مثلا في سوسا نحن في العاصمة نقوله أنا في سوسا يقوله أنا كيف يعني مثل أي بلد تغير لهجة يعني يعني هذه هي يعني تقدر تعرف من أي مكان الشخص من لهجته طبعا إن كان من الشمال والجنوب أو الساحل أو الجبل يعني طبعا تختلف لهجات لكن أنا عندي سؤال إيمان ماذا تعتقدين يميز الإنسان التونسي يعني نحكي هلأ شوي عن يمكن كستزنشق يعني شب تعتقدين شي بيميز الإنسان التونسي أو شي يفتخر فيه الإنسان التونسي شي يفتخر فيه الإنسان التونسي خصوصا معروف على التونس ضامرين كما أقول وحنا يعني خفيف الدم ونش مقول التونسي يعني الاندماج أيضا مش عارف الشعوب الأخرى ولكن الاندماج التونسي لحب اللي سريع الاندماج سريع التأقلم التونسي عموما عموما محب الحياة أنا بعرف أن التونسي محب الحياة إيمان أنا التونسي كلهم بس ينادولي بقولي لأنتي أنا بقولهم أنا ذكر مش أنثى بس فيه لها سر في عندك معلومة عن الموضوع ليش التونسي بنادول الذكر ولأنتي أنتي أنتي في اللهجة التونسية مش عارفة مش عارفة أنا لاحبت زادة عند المغاربة المغاربة قولوا أنتي بالركر أيضا أيضا هي رأي هي تعديها يعني أنت ولا أنت يعني نفس الشي يعني حسب الجملة يعني متغيرات الجملة تعطي تعطي الهدف متاع المخاطبة المخاطبة يعني مش عشان قوة المرأة التونسية يعني نون طيب هنرجع على هذا الموضوع أنا حبيت نقول حبي سرمحني حبيت نقول حاجة على سؤال ما هو يتميز تميز التواصل نعم تفضل يعني تميز التواصل عنا تميز يعني معروفين بها في العالم بتجم تكون اللي هي أولا كما حكينا نحنا من بلدية القلاء اللي لدينا معناها حضرات كبيرة نتميز وعنا أكل خاص خصوصيات في الأكل يعني متنوع متغيرة في تونس نتميز وزاد في كل شيء عنا اللي بيست تقليلي يعني هذا أنا تقليلي وين نشاهد في المدن العربية يعني على حوالي يقولوا لا نحن من مدينة للمدينة يعني من منطقة للمنطقة معناها مبيد 15-20 كيلو متر تبقى إزاي التقليدي مغاير عدد الأعراس يعني في كل البلدة تقاليد وعيد وليوم من هدايا يعني محافظين على هذا كذلك طبيعة التورس كما قال أخت إيمان عنده اللباقة وعنده الفطنة وعنده الذكاء رجم كل كان توانسة في العالم يعني عندهم البديهية في الذكاء وفي الفتنة يعني نقول لديه شكار روح ويشكو في تونس لكن ما ذاية حقيقة مثلا أنا في الميدان الموسيقي اللي سفرت عديد الدول وشاركت في عديد المهرجانات يعني كيف نقع وجدوا في قاعدة فنية هكا خاصة كل شيء ويبدوا أصدقائي يتوين سمعانك وشانا نقول ما نحن نعص الموسيقى الشرقية باحتراف نعص الموسيقى الغربية باحتراف نعص الموسيقى التركية باحتراف عنا عنا خصوصيات متنوعة في الميدان الفني مثلا يعني حتى في اللغات طرقة كثير من تونسة اللي يجب لك معناها سبعة ثمانية لغات في نفس الوقت وحرفية وليد وليد أنا بدي أزيد شغلي عليك الذي يميز التوانسة أن كل العرب يحبون التوانسة يمكن كل العالم لجمال ما في قلبهم ما في داخلهم سراحة لم أرى أي تونسي في حياتي ومعاشر أي تونسي إلا كان جميل صافي رائع إنسان شخص يعني ترك في عقلي الذكرى الجميلة يعني فأشكر لتونس الخضراء على ما أنجبت من أبطال أنا بحكي مش أبطاء نحن نقول تونس الخضراء ولكن لماذا سميت بتونس الخضراء يا إيمان هلأ دايك أعلم يمكن وليد يقدر يجاوبك أو وليد وليد تونس الخضراء هي منطقة في شمال إفريقيا وعلى البحر أبيض المتوسط شمال وغرب ومنطقة فلاحية وتونس جاء بالطائرة كانت كلها إخذرار على تانت أنا رحت البلدان رحت حتى على فلسطين رحت على مصر على المغرب يعني وانتي تبدأ في الطائرة تشوف يعني ما تشوف الإخذرار كما وانتي في تونس حقيقة أنا من سبعات أنا عرفت الحكاية داي وانا من الطائرة لكن هيا يقولون تونس الخضراء لأنها المناخ يعني مناخ فلاحي مناخ تونس معروفة بزيت الزيتون هي في المرتبة الثانية بعدني بدي أسألك أكيد طعم زيت الزيتون عندكم طعم خيالي يعني أفكر من منظور الجمهور أيضا يعني شو الأسئلة ممكن يسألها الجمهور نحن طبعا لما كنا لما كنا عم نكبر نحن صغار كانت تونس مشهورة جدا ولازالة طبعا في مهرجان قرطاج الذي يشارك فيها العديد من الفنانين العالميين يعني كيف بدأ مهرجان قرطاج الشهير أو المشهور كيف نشأ أي كيف نشأ مهرجان قرطاج يعني هو بعد الاستقلال استقلال تونس وزعيم الحبيب بورقيبة يعني وهذه فترة يعني اللي كانت حافلة ثقافيا منذ ستينات يعني وتونس يعني حبوا يعني يعني إشعاع إشعاع عالمي فكانت في ذلك المقت يعني وزارة الثقافية بدأت تعمل في برنامج للتعريف في تونس من أهم البرامج هذية هو تأسيس مهرج كارتاج يعني نعرف كارتاج لحضارة كارتاج النية من الأشهر حضارات العالمية في الرومان يعني نعرف قصة حنبعد يعني وعن ليسا يعني حنبعد وصن استعمر روما بعد 13 سنة استعمر إيطاليا كارتاج يعني كارتاج استعمر إيطاليا ومققت في إيطاليا 12 سنة ومعروفة يعني حرب عن خلاباء المعروفة في عاد الرومان كارتاج معروفة عالمين ولأجل خضور كارتاج في التاريخ هناك في تونس أثار كارتاج اليومين هذا أثار حضارة كارتاج في العصمة إلى يومين هذا فهناك مسرح كبير ومسرح كانوا في التاريخ يستعملونه للإحتفالات وللأعياد في عصر الروماني استقلت وزارة الثقافة في ذلك من فترة وصمي مهرجان كارتاج لتعريف التونس عالمي والإشعاع الثقافي من خلال الداخل يعني مهرجان كارتاج يعني يشاركوا فيه من أكبر الفنانين في العالم يعني ومن أكبر الفرق العالمية وكان يعني حضور في ذلك العهد متميز ومن أهم المهرجالات التي كانت في ذلك العصول التي قام حوالي 25 سنة هو مهرجان الوطني للفنون الشعبية وكانوا يشاركوا فيه أكثر من 60 دولة ولي يعني أهل الاختصاص يعطوا تاريخ هذا وكان يعني يعطي بعض ثقافي كبير لبلادنا وإشعاع ثقافي وذلك كانت حد تصل الحكومة التونسية في ذلك العصر هو التعريف في تونس بعد الاستقلال وماذا الشعب هذي يخذ الاستقلال عن جدارة ويكاف عليه الشهدات وعلى رأسهم الزعيم الحبيب برقية نعم دكتور جمال الصوت من عندك ميوت سأتقل أنا ما أظن سوري إيمان أنا أتسألك سؤال من غنى في تونس يعني المغنيين التونسيين خلينا نحكي اللي عرفهم كل العرب عرفهم كل العرب وليد ما هو لا لا بديش مساعد بديش تغشش لا لا وليد حنسأل نحاول أن يكون محايدة في ذكر الأسماء أنا سأعطيك اسم أنا سأعطيك اسم أنا أعتبره غنى هو ما غنى بس بصوته هز الشعوب العربية عصام الشوالي لما كان لما كان يعلم على مباراة تشعر أنها موسيقى أنا أتوقع أنه من الموسيقي لازم يكون موسيقي ينفذ أنه موسيقي وليس معل يندمش بكل عصام شوالي صحيح عصام شوالي يندمش بكل ولكن كوليد كمختص نخليه هو يجاوب شأن أنا أكون المختص هو يجاوب على أشهر أو أشهر الفناني فضل أنا رح أسألك إيمان لكان بعد ما نسأل أخي وليد حاسن نسألك عن الزي والفولوكلور التونسي إن شاء الله تفضل يا أخي وليد تفضل حدثنا أكثر كما حكينا قبل قلنا من أهم التظاهرات في بداية مهرجين كارتاج ومهرجين فنانترامية لكن أيضا الفرق الكبيرة اللي شاركت نذكر منهم فرقة الفرقة الوطنية لرقص ويتجيل هنا الأوتاواء في الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الصينية هذه كانت معناها من أعرق الفرق وجاءت عديد المرات بالتبادل الثقافي الصيني التونسي أيضا الفرقة الجيش الأحمر الروسي من أكبر الفرقة للإستعراض العسكري في العالم الأوركاستر عنها مهرجين الجم في تونس وهو من أشهر المهرجانات في البحر أبد المتوسط يعني أعفو الجم مثل القوديوم دي غوم في روما نفس الشكل وشاكوا فيه من أعظم الأوركاستر الصينفوني في العالم وعنا مهرجين الصينفوني بمدينة الجم أيضا بالنسبة للأسامي الغربية يعني خليني نقوله يعني أكثر اسم اللي مزارش حتى دولة عربية وجاءتين التونس بركة هو الفنان الكبير العالمي مايكل جاكسون يعني 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 ما يعفوه هاشي جاء تونس وجاء يعني مجاني تونس في عمل خيري نصور سنة 2000 ولا حش كيفنا كان 2001 وإنسان تاريخ وإنش فمتني دغنياغ موز أزنبوغ زي تونس دغنياغ أزنبوغ جاء في مهرجين كارتاج يعني يعني فان نمتبار كمار من تراز من تراز العالمي في التاريخ يعني في الفترة بعد الاستقلال هم كالفوم فريد العطرش عبد الحليم وليد لا نحن سؤالنا عن الفنانين التوانس يعني نحن أصدقائنا يحكون لك لطفي بوشناق وصابر الرباعي مرخومة ذكرة ذكرة طبعا ذكرة ذكرة يعني موجودين في السحة العربية وعندهم بصمة كبيرة لطفي أنا لطفي بوشناق أنا اشتغلت معه أيضا الفنان صابر الرباعي أيضا كثير عنا في القدام عنا محمد جبالي اللي كان معايا في عارض نوفيل كادانس يعني شارك وغنى يعني معرجال ياسمين وغنى مع الكندين هنا في تونس عنا في القديم يعني فنان عربي معروف ويحبوه برشا يعني يعني جاريا حمودة أحمد حمزة يعني في مرح وقديم العرب بيحبو أغنية جاريا حمودة أيضا الفنانة علية يعني معروفة يعني كثير من الفنانين التوينس اللي عملوا بصمة في العالم العربي لطيفة 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 في تونس لطيفة لطيفة ذكرى محمد يعني الله يرحمها يعني قبل وفاتها يعني خلت بصمة عالمية واليوم من هذا يعني صوت صوت رهيب وكان مش أنا أنا نصور ذكرى محمد كان مش ممانية اختخطتها مننا راي هي أفضل صوت عربي اليوم من هذا يعني نعم 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 حين لم يكن حتى حين صوت بشهادة الفنان الموسيقار صلاح الشرنوبي قال بوقتها أنه راح يصهر يعني راح ويتعرف على ذكرى أول ما تعرفوا عليها وعلى صوتها يعني سهرة قصيرة قعدوا للصبح قد ما استمتعوا بصوت ذكرى يعني قدش كان صوت ذكرى رهيب حتى صلاح الشرنوبي يعني ملحن صلاح الشرنوبي المصري ما قدر يعني ما قدر يشبع من صوتها يعني هالأد كان صوتها جميل نحن ذكرى في فترة الشباب عمري في العشرينات يعني نعم أيضا فتاة يعني كنا بالمعادة الموسيقى ونزلس مع بعضنا يعني نحن كفنانين وأصدقائها يعني كتغني هيا بننسى بحالنا يعني نعم ربي رحمة الله عليها أكيد نحن دائما فيه انفتاح بال الكولتشر التونسي يعني بالحضارة التونسية فيه انفتاح وهذا الانفتاح أثر على تونس أيضا من الناحية الموسيقية فرأينا انخراط العديد من النساء في الفرق النسائية بعرف ممكن تخبرنا أكتر عن هذا الموضوع لأنه نحن بنعرف بشمال إفريقيا بشكل عام هناك فرق نسائية أركسترات نسائية يعني from A to Z كلها نساء فكيف الحضور النسائي بنحية الموسيقى في تونس والله حتى يعني البداية كانت يعني أولا كانت ميكست كانت رجال ونساء ونحن دولة تونسية دولة إسلامية دولة مسلمة ومحافظة ويعني في عائلات بيحبوا صهارات نسائية خاصة في عائلات بيحبوا يعني ميكست في عائلات بيحبوا فرقة رجالية ومحافظة في البعهود هي الفرق الرجالية لكن في الماضي القريب ما كانتش فهمة فرق نسائية الحقيقة يعني فبلجت يعني بالفرق الميكست ووقتها وليوا الفتيات وكانوا عندي صديقات يعني كثير نعرفهم بالمعهد الوطني للموسيقى وكانوا من الأول يعني عندهم الحشمة عندهم ما بدهم يشتغلوا لكن بشوية بشوية بدأوا يدخلوا معنا نحن في الشغل مع الفرق الرجالية وفي الفترة الثمانينات حتى بداية السنة التسعينات حتى بداية سنة الألفين كثروا المعاهد الموسيقى الخاصة في تونس والتي الفتيات تدرس على خطر كان قبل يعني عن زوز معاهد وطنية للموسيقى حتى من الولايات يأتي ومن الولايات البعيدة يدرس الموسيقى لكن بعد انفتحت يعني بداية التسعينات وثمانينات فتحت معاهد خاصة والتي يعني الشباب والفتيات يدرسوا الموسيقى والتي حدث المعاهد الثانوية لرس الموسيقى وانفتحت العائلات والتطور والتي يعني وحتى لوليت فرق نسائية فصارت عنا مجموعات نسائية لأس بها أكثر من عشرين فرق نسائية توا واليوم يعني أعراس مهرجانات وتظاهرات يعني كلها فرق نسائية ويعصوا عزف عزف متميز وعزف راقي أنا بدأ سأل سؤال لإيمان بما أنه بدأنا بالعنصر النسائي دور المرأة التونسية يعني لما بنحق عن أي ثقافة يمكن هذا السؤال ما بتردد كتير لكن في تونس المرأة لعبت دور كبير في المجتمع التونسي ولعبت دور حتى سياسي واقتصادي واجتماعي حدثينا عن هذا الدور في الماضي وفي المستقبل هو دور للمرأة التونسية بدأت مع الحركة الإصلاحية التي صارت في تونس قبل الاستقلال مع طهر حداد عبد العزيز الفعالبي الحبيب بورجيبة يعني ركزوا على دور المرأة في صلب المجتمع التونسي بدأت هكاكا يعني صدرت مجلة الأحوال الشخصية التي كان فيها فصول للمرأة يعني كوجودها أو كفاعلة في المجتمع التونسي بعد الثورة التونسية يعني هذا كل عبره من آخر الخمسينات لحد 2010 نقوله اللي قادت المرأة ديما في ساعي متواصل لمكانتها ولكن لاحظنا اللي بعد الثورة وما يعرف بالربيع العربي تطورت أو تلاحقت وتسارعت مطالب المرأة التونسية وتحقيق هذه المطالب أيضا يعني في جل ما عرف من ما كان يعرف من تمييز ضد المرأة سارع أو ساهمت الثورة التونسية في تسريع نيل المرأة لحقوق لطالما ناضلت عليها فنجد مثلا حتى في المجال السياسي الحضور المرأة أكثر أو حتى هي كانت موجودة من قبل المرأة ولكن كانت دايما في الخلف توولينا حتى في الإعلام أو كتل أو سياسة عموما نلقى المرأة في الأمام يعني في مقدمة المشهد السياسي والثقافي والمؤسسات والإدارية كأحلت وزيرة الثقافة هي امرأة ومن أكثر المكتسبات للمرأة التي صارت بعد الاستقلال وتدعمت بعد الثورة هي وزارة المرأة والشؤون والطفولة والمرأة والطفولة والمسنين نظن لذلك يعني نجم أقول للمرأة المرأة التونسية هي في العالم العربي معروفة حصلت من أكثر النساء التي في العالم العربي تمكنت من حقوقها وصلنا حتى لمرحلة التناصف يعني في تونس توا قاعدين نحاول في التناصف لأن صوت المرأة كصوت الرجل ممتاز يعني كل الإجلال والتقدير للمرأة التونسية ونحن نعرف أن المجتمع التونسي هو مجتمع مدني يعني كدولة هو مجتمع مدني هذا ليساعد أيضا سرين لأن المجتمع التونسي قوانين أو طريقة عيشه هو مجتمع إسلامي نعم ولكن كله مدني أنا حبيت أوضح النقطة هاللي ما بيعرف يعني أكيد أنه مجتمع مدني صحيح وريد أنت حكيت حدثنا أنه عندك آلة أنت طورتها أنت بعدتلي يوتيوب هل بتحب نحكي أول عن الآلة وبعدين نضع اليوتيوب أوكي يعني هي آلة من تصميمي وفكرتي الخاصة يعني اللي هو الآلة الربيب معلوفة تربيب في العالم العربي هي جديدة من الفرس للزيارة العربية ثم يعني العرب مشوا بها للأندروس يعني بفضلك ومن أوروبا من قرر أوروبية من الأندروس بالتحقيق تطورت أصبحت كامانجا يعني لكن الزدور من قائلة الكامانجا هي التغربية وأنا صار لي مرة في أحد المهرجانات وطنية أشتغلت الفنون الشعبية في تولوس وكنا كثيرين سفر مع هذه الفرقة وفي يوم الأيام في مهرجانات في اليابان سهرة لالاليات التقليدية تعرفوا في مدينة اليابان يعني في توكيو عندهم ميصر آلات تقليدية يعني ويعملوا برشا بالتراث المتاح التقليدي والتراث جزء من حياتهم في اليابان كانت صارة خاصة للمشاركين في المهرجان الدولي لتعرفوا صارة للعصف على التراثية التراثية الوطرية بصفتنا أنا مشيت مع الفرقة يعني موجود هذا كمانجر مع مع نشي آلة أخرى وطرية تنجم تقوم بالمشاركات فقدمت حالي كعاص كمانجر بالنقامات التقليدية تعرف نحن في تونس المقامات يعني ما هو مثل المقامات الشرقية يعني كما في اللهجة بنحكيه بالتونسي حتى في الموسيقى عنا لهجتنا التونسية ايرا كيف ف قالوا عاصفالنا بال نقبلوك بالكمانجر كان عندك آلة تقليدية فحرنت من المشاركة وكيف رحت لتونس قلت أنا باش تغلب في التراث التونسي ما بعرف عاصف على آلة تقليدية وطرية فعملت البحث ووجدت الرباب التونسي اللي هو يعني آلة تقليدية مصنوعة بأوتار مصران الخروف وفيها جلد الحيوانات يعني جلد المعز يعني تقليدية بالطريقة القديمة يعني فمتجامش تعصف عليها كمحترف بش يعصف عليها مع صوف التعديل تبح ما يكون صحيح يعني فجأت فكرة كيف نطور هذه الآلة وكيف تجم تكون الآلة يعني تولي عندها حضور في الصحة الموسيقية فحاولت بالفكرة بالفكرة التي أن نصنع هذه الآلة معايا فيها يعني كان مختار صانع ألاتس وتعاون معها تعاون فيها أنا ويا كهو مصنع كأنا كفكرة وخرجنا وخرجنا الآلة هدية التي هي مثل آلة الكامانجا وتتحط في العنق وتطريقة التكنيك العصب بتاحها أيضا مغير كما الكامانجا يعني حبلت كثير من التمارين حتى الإنسان بشي نجم يعصف عليه خاصة يعصف عليه هو يتحرد هو يرقص هو يعمل عديد الأشياء يعني الحمد الله كان حضور من بداية الشغل علي كان حضور في المهرجان في كل مهرجان في كل تظهر كنت يعني كانت ترفقني مع عزي كام اشتركوا في القناة 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 الله الله يا وليد الله ايش هالعزف الحلو هذا يعني نغمات نغمات بدوية يعني ما نغمات تقليدية ولا الدنوسية أنا أنا هذا كان سؤالي اللي سيكون لإلك وليد أنه كم تأثر الموسيقى التونسية بالتراث البدوي أنا فعلا من الموسيقى استنتجت أنه في نغمات بدوية في هذا العزف كم تأثر حتى المقامات بالطبع يعني كما حكينا على الحضارات في تونس الموسيقى هي طبع الحضارات يعني والبادية في تونس غنية بالموروث بالموروث الفني وقرأ يعني عملت عملت بخوث وعملت عرض تونسنا جمعت فيها جميع الألمات الموسيقية يعني وكان صعب علي بش نجمع يعني الألمات بكل أشكالها يعني حاولت بش نجمع مثلا الموسيقى تسطنبالي اللي هي حتى إبان تعرفها الموسيقى هذي وعند عليها فكرة نتصور اللي هي معناها من جذورنا الأفريقية وهي جاتنا من حضارة معناها من 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 أفريقيا وعند وعند خصوصية وحية الموجودة كان في تونس موسيقى تسطنبالي عنا الموسيقى الأندلسية هي الملوف الملوف هذي جانا من من أندلس من إسبانيا مع العرب ونحن الملوف مختلف عن الملوف الجزائي طلقة نفس الكلمات لكن النغمات تغير ما هي نفس نغمات طلقة نفس الكلمات في ليبيا في الجزائع في المغرب لكن الموسيقى النغم الموسيقية تغير عنا أيضا الموسيقى البدوية وفي الموسيقى البدوية أمات مختلفة يعني كنقول الموسيقى البدوية موسيقى الجنوب في البدو مش مثل موسيقى البدو في الشمال ولا في الغرب الشرقي ولا الغرب يعني يعني كثير غنيين بالأمات وبالأشكال هذية نعم شكرا لك على هذا الشرح المفصل طبعا أكيد دكتور جمال أنا أنا بدي أسألك وليد على الرقص التونسي الفرقص الفلكلور التونسي أكيد أنت كمدرس أو كنت عضو في الفرقة الثقافة التونسية وعملت في هذا الموضوع ممكن تحدثنا عن بعض الشيء عن الفلكلور التونسي في الرقص أنا أقبل كل شيء الويلد ربي فضله أمين هو هو أول كورغرافي يعني مصمم لوحات راقصة في تونس وكان هو مدة 30 سنة المدير الفني الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ماشا يعني ورفت أنت ورفت عنه عنده أكثر من 60 70 لوحة مصمم راقصة يعني من تصميم هو يعني فكنت أنا في الصغري كنت يعني نمشي معه بالفرقة المقر الفرقة ونشوف يعني رقصات واخريت كثير من الأشياء هذه وبعرف يعني خلي كما حكينا نحن يعني الأنمات المختلفة في الموسيقى والمقامات الأشكال المختلفة في الدباس التنوع الأكل في كل الجهات نفس الشيء ترقاه في الخطوات الراقصة يعني نحن الرقص نقيموه بالخطوات الخطوة يعني هو يعني نقل في الرقص كما عن في فلسطين ولا في الشرق يعني الدبكة ودبكة فيها كثير من الانواع يعني تشتحوه فيها رقص يعني مختلف نحن نحن كيف في تونس الرقص الرجالي والرقص النسائي من مدينة إلى مدينة يختلف يعني من مدينة إلى مدينة يختلف وهذا كان دور البرقى الوطنية للفدون الشعبية اللي هي تأست في بداية السيدينات كان دورها تجمع كل الخطوات الراقصة في جمهورية تونسية وكانت هدفها اللي هو بشتعمل كل جهة وتعطيها تطبع الرقص كانت الفرقة الوطنية من الجنوب للشمال بالأزياء التقليدية متع ديك متع المنطقة هديك وبالطبع الرقص اللي تتبع المنطقة هديك لكن الفرقة كانت تهدبها وتعطيها بقعد فني آخر متطور نعم أظن معنا الفيديو دكتور جمال هاي الرقص اللي انت اللي عامل الموسيقى طبعتها وليد هدي اسمها رقص البوغو اللي هي من جزيرة القرق من تونس وهاي يشتخ بالعصي رقص هدي فيها حوالي يكونوا عشرين رقص ويكونوا فيها يعني ديناميك بتاع ضرب العصي وكانت هيا أصلا بزرنا أنا حاولت مش نعملها بالموسيقى ونعطيها ودي عرض تونس اللي كنت زرت بها عديد القردين في العالم يعني أنا متواجد باللبس الفيرس بالكنانجل هادي 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 سيوف أو خناجر اللي عم نشوفها بأيدين الرقصين عصي 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 عفوا عصي 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 المترجم للقناة 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 واحد منكو الثلاث بغني جارية حمودة يانا حمودة هلا هلا نعزف فيها هلا نعزف فيها هلا نعزف فيها أخوتي خائف جدا معلش صرحوني على الكلمات صرحوني الاستماع بمساعة أهلا هو دماعة بس عشان تعرفوا يا جمهور لما يصير الـ Synchronization في الإنترنت تكون صحب فالموسيقى مش عم بسمها لا أسمع بالاختلال لا أسمع بالاختلال بس يعني جارية حمودة كما يحكوا بس إيمان صوتك حلو بس نشيز لا 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 صوتك حلو انت مستقل بحالك على فكرة صوتك كتير حلو إيمان بدنا يمكن نحكي كدنا عن نحنا دائما كل حضارة منزورها منحكي عن المطبخ ومنحكي عن المطبخ التونسي أنا بعرف في شي كتير مشهورة في تونس نعم نعم دكتور جمال اللي هي اللي هي الهريسة التونسية طبعا أنا في ناس تحدوني مرة إذا أقدر إذا أقدر أكلها ولا لا لأنه هي كتير 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 حرائة يعني فبس هيك حابين نحكي شوي عن المطبخ التونسي ماذا يميز المطبخ التونسي في عدات والتقاليد أيضا في الضيافة منحكي نعرف منكم يعني المعلومات هاي القيمة طبعا المطبخ التونسي طبعا اللابلابي التونسي معروف عالميا نجمو قولك لابلابي التونسي ماذا هو؟ اللابلابي 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 التونسي تعرفوا؟ لا والله بس حابين نجرب أنا مستعدة أجرب كل شيء ها ها هو هو صحي وليد كمام صحي صحي اللابلابي التونسي فيه البوشيش اللي هو الحمص مش عارفة بالعربية الحمص نعم نعم البأز متاعه هو حمص وغالبا يعملوه يعني بقرعين قرعين البقرة يعني رجلين البقرة نعم نعم فهو زي الراغو يعني هو أفغير راغو وبعد تحط له لهريسة بعد ما يتيف هلك الكل تحط له لهريسة بجده 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 وثوم وكمون وما يجي لبنبي صحيحة لما فيك عطين عظم وطل وشوية كبار طبق صحي يعني طبق بروتيني صحي 100% صحي ومغذي ويعني يقنع يخليك يعني لمدة ساعات تكون رائدة يمكن ساعات لا تقدر على الحركة أه شو عم بفرجيها هذا الكسكسي التونسي في برشة هذا اللابلابي هذا اللابلابي الكسكسي التونسي طبعاً معروف يكون في السمك يعني الكسكسي التونسي هذا حسب الجيهات في برشة أنواع في الكسكسي التونسي حسب المنطقة سوو بالسمك وتحصل على كثير من الجوائز الكسكسي التونسي إيمان سوو بالسمك أنا تمعت سمك فيه سمك؟ آه فيه سمك عن السمك أكثر يعني في منطقة اسمها حلق الويد في قريب العاصمة التونسية في العاصمة معروفة بأخ أخلى وأبن أخليات السمك قدقها فيها لا الكسكس تساووه بالسمك؟ نطيبوه بالكسكسي بالسمك فما بيلحم الخروف بالمناني سمك المناني المناني يعم يعني فما أنواع زي ما قلت في برشة بالعلوش 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 أكيد في مدن تونسية مشهورة جدا بالأكلات بالأسماك لأنه طبعا أكيد تونس على البحر الأبيض متوسط طبعا أكيد فالسمك فيها أكلات السمك مشهورة أكيد طبعا وطعم السمك يعني نعم طبعا ما تسموه افطار الصباح اللي هو بتوديجوني ما تفطره عادة كيف يكون لبلابي فاتور صباح هذا لبلابي فاتور صباح لبلابي فاتور صباح لبلابي فاتور صباح ما تفطره أنا كروح للتونس يعني من الصبح أول حاجة نعملها نمشي باقباء على الفطائر يعني فطائر هذه الحلويات الفطيرة يعني كلنا نفطيرها الفطيرة بالعظمة يعني بالبيض كيف هذا نكون يعني نحن نقوله شهاها يعني في مخي أول أكلها بش نأكلها يعني خارج البيت هي فطيرة الصباح نروح تلقان الغوم الستة صباح وبتجيب الفطائر لكل العائلة بالعظام وهذه يعني معروفة في فطور الصباح يعني الفطائر المنسية يعني الفطيرة يعني طيب اللي عايش بالغربة وحاب يجرب مشتاء للأكل التونسي وين في بكندا أو بأوتوا مطاعن تونسي ممكن الواحد يروح يستمتع فيها ويحس بحنيب بلده مونتريال أتوا في مونتريال نعم أتوا في مونتريال في كثير في بارشة في مونتريال سمون مطاعم كويسة في تونسي وليد انتي بكونا أنا مانيش بها في الزادغيسة ما كان عندك بعض أنا في أوتوا في أوتوا هنا يعني في تونس نعرف ديما نمشي نأكل عنده يعني أكل تونس يعني مية بالمية وعندي صديقي يعني 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 وعزف ويصنف الأكل التونسي يعني ماليا يعني محترف في التصنيف التونسي يعني يقول لي هو يشتغل في عديد المطاعم ويذهب 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 أيضا هنا في أوتوا عندنا حوالي شهر يعني افتح مطعم موجود بيجاتينو على نوترداء بيجاتينو وهو مطعم تونسي بمية بالمية أيضا ومعنا مفتوح جديد إن شاء الله ربي نشفه المشروع هذه إن شاء الله إن شاء الله سمحوا لي بس نحكي شميع تعليقات للمتابعين معنا من حيهم كل المتابعين الليلة طبعا الأستاذ علي اللوافي المشهور التحية بيقول الأكل التونسي لا يعلى عليه ودكتور ربو فتار طبعا سألت ما ممكن نجرب الأكل التونسي هل تنصحون بمطعم في وقتها يقدم أكل التونسي ورزالينا تقول غربي تقول المنخية المدفونة نعم لازم نحن بدنا تفسير لها الجملة هاي ما معنى أنا بعرف في ملوخية بس دفنوها ولا ما دفنوها زي كش عارة هاة أسمع دعني أقول لكم شي روزال هاي هاي.. جو هاها أوه أوه به اريس سعاد وليد يقول الملوخية 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 والمدفونة هما طبقين يعني هما طبقين يشبوا لبعالهم في اللون ولكن مش في الكموزيسيون يعني مش في المعدة الملوخية هي يعني مطحونة وهو الطخير بتاع الملوخية كنبتة واحنا نقليوها يعني مش كما ملوخية مصر مصر يعملوها كما شربة نعم انا في تونس تولي طحينة ونقليوها وهو طبق يأخذ وقت بشي يخضر ونكلوها بالخبص والمطحونة هي معمولة من الصلق الخضرة بنفس الطريقة بس يعني يكون فريش ويقلف الزيت وكده وبعدي وبعدي نعملو به زنة طبق يعني هو مزوز طبق لونه أسود ولكن المادة مختلفة يعني طب نسرين حكت عن الهريسة احنا الهريسة عنا في بلاد الشام اشي حلو نعم اشي حلو نحنا يعني جزورت بنكلوه عنكم الهريسة يعني حراءة من الآخر يعني عنا الهريسة حلوة وسي عنا الهريسة حلوة اللي هو بالسميد نعم بس الهريسة الهريسة الحراءة وهو معروفة زدها عالميا طب كيف بتفعقوا بينهم الهريسة الحلوة والحراءة شبت لها اسم معين اسمها الهريسة حلوة اوكي الاخرى اسمها الهريسة حلوة والاخرى اسمها الهريسة يعني الهريسة العربي في الهريسة في نوعين من الهريسة احنا نقول الهريسة العربي اللي هي بتحضر في البيت يعني بالفلفل الاحمر الشايح اللي هو الحار يعني بتحرس في البيت وبتتعمل بزيت زيتون وبتشيح يعني هذي انا في نرجة على تونس يعني الوالدة ربي طفالها بتعملي كمية هريسة عربي وبجيبها معي يعني بتخليها في الثلاجة يعني جيب نتا كيلو اربع كيلو يعني هذي بتفوح الاكل بتخليه بالاكل اللي فيه في لذة خاصة وفي الهريسة اللي هي موجودة في الاسواق اللي هي الهريسة ايضا هي حارة لكن صنع تجاري بتتعمل بالنفس الشاي بالفلفل الحار لكن هي يعني ما هي مثل هايشة العربية طب انا بدأ سألكوا سؤال بما انه منيحكي عن تونس الخضراء تونس بلد الزيتون كلمونا عن الزيتون كيف بتأكلوا الزيتون في تونس هل فعلا الشعب التونسي بستهلك كميات كبيرة من الزيتون وزيت الزيتون انا اقبل كل شيء بالنسبة لزيت الزيتون انا احب الحي الأخ والصديق السيد الرجدي الاحمر هذي رجدي الاحمر اللي هو عنده مصنع من اهم المصانع بكندا اللي هو موجود هنا بقاتيم قرب المطار قرب متار قاتيم والمصنع هذي عنده يعني خاصية متميزة اللي هو عنده زيت الزيتون الخام يأتي من تونس خام ويصنع هنا في كاتيمو وهو موجود في اهم المغازات المشهورة بكندا اللي حاب يروح للمصنع هذيه وتعرفوا على المصنع وينجم حتى يشري الزيت من المصنع مباشرة يعني زيت خام مية بالمية يعني يبيع بثلاثين لاربعين كترة يعني العمومي نجم 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 هذيه ونهيه هنا في كندا يعطينا قيمة كبيرة برشا وموجودة هنا عندنا نهنا بالتحديد في قاتيم زيت الزيتون زيت الزيتون هو تونس في المرتبة الثانية في العالم وصلت حتى في المرتبة الأولى قبل ذلك قبل إسبانيا وقبل إسرائيل وقبل إيطاليا يعني هذيه أهم البلدان اللي هم عندهم صناعة زيت الزيتون فمعروفين بزيت الزيتون وهذه في الفلاحة تعرف الاقتصاد التونسي مبني على الفلاحة وعلى السياحة فمن أهم نوعية الفلاحة اللي عندنا في تونس هو صناعة زيت الزيتون التونسي اللي هو الرقم الأول في التصدير للخارج كمادة في الحياة نعم نحن في فلسطين مشهورين طبعاً بزيت الزيتون نعم 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 لا أمكن إيجاد جديد عني أليس لا إيمان هل تستخدمه كثيراً في الأكل في التواجن وما التواجن زيتون؟ كما قال الواليد يعني زيت الزيتون التونسي قوي يعني خام ففي الأكل مش يعني في السلطات وفي كل ما هو بارد يكون أكثر يعني استعماله أكثر لأنه في كل ما هو سخن يزيد يعني يخلي يجوه يعني ما لأنه لأنه خام نعم نحن المطبخ التونسي أغلبية الناجم أقول لك حسب المناطق هذا يعني مرة أخرى حسب المناطق فما ناس ما تطبخ إلا بزيت الزيتون لكن يستخدم زيت الزيتون بكثرة نعم نحن بفلسطين نحن كمان عنا كل شي بزيت الزيتون بنعمله فيمكن في تشابه كل بلد فيها زيت الزيتون مثلا إن كان فلسطين أو لبنان أو تونس أو المغرب دايماً بتحسي الدخول زيت الزيتون بالمطبخ بيكون شي أساسي طبعاً أكيد نعم هو يعني زيت زيت زيتون في المطابخ العربية بصفة عامة حضوره متميز ومثل الدول الغربية عنا يعني أنا رحت على فلسطين وأكلت الأكل الفلسطيني أنا بالمناسبة يعني نحيي أهل فلسطيني كلهم يعيشك يعيشك معاني تاريخ كبير في الفلسطين يعني يعيشك يا وليد رحت على جنين رحت على رمالة يعني فضلت في رمالة كنت في مهرجين رمالة في الشعبية سنة 2000 ورحنا قابلنا أبو عمار في ذلك قالونا العهد يعني ذكرية وقلينا الأكل الفلسطيني وحسينا الأكل الفلسطيني فيه تقارب للأكل الشرقي بصفة عامة وفيه نكهة وزيت زيتون كان يعني طابع خاص في فلسطين بس إحنا معلومة قيم يعرفناها اليوم عن زيت زيتون التونس يصار لازم نجربه بالطبع يعني زيت زيتون في تونس يعني عنده نكهة خاصة يعني طبع صح صح إمام بدي أسألك عن الأطفال أطفال التوانسة في المجتمع أتوقع أنهم هم نفس الأطفال العرب هل في مدارس بتعلم فلكلورو ثقافة التونسية في مونتريال بينه عدد التوانسة كثير غاد؟ نعرف في مونتريال في مراكز للتعليم بالعربية صراحة هنا ما نعنديش فكرة على شنو البرنامج اللي قاعد يتدرس فيها نعرف اللي اللغة ولكن هل إن هالمدارس هيربي تعمل في تدريس الفلكلورو والثقافة التونسية ما عنديش فكرة يمكن وليد ما نعرفش ما المحتوى البرنامج ما نعرفوش صراحة أنا بعرف وليد ما شاء الله عليه هو أكتب في تدريس الأطفال الموسيقى عنده دروس ومدرسة موسيقية في أوتو أو قاتينو على العزف على بعض الألات الموسيقية لكن ما بعرف إذا عنده أي معلمات فضل وليد أنا فتح معهد للتدريس الكامانجا والموسيقى أنا درس بالتحديد الموسيقى الغربية أكثر أغلبية إتلامة عندي هما من جليات مختلفة فيها التونسيين فيها الجزائيليين فيها أيضا من جليات غربية كناديين من الصين من اليابان من إيطاليا يعني كثير من جليات كما نعيشون لكن حاولت لن نادي للأطفال التونسيين أو للأطفال الجنية العربية الحقيقة يعني حمامت فيه المشروع وبديت فيه لكن لم أفهم إقبال كافي حتى لن تكون مجموعة مثل ذلك خيارت أن نكون نمشي لشيء اللي هو عليه الإقبال اللي هو تدريس الموسيقى الغربية تدريس الكامانجا اللي هو فيه إقبال كثير هنا عنا في غتي نقوت أوه فهذا هو يعني نحاول عملت كان في عيد استقلال قبل السنة الفاردة 2018 2018 جمعت كانوا أطفال تونسيين وحفظتهم من المالوفة التونسي وكان عند حضور في حفظ الاستقلال حضور متميز حبيت أن نوصل فيها هذه التجربة إن شاء الله يعني في المستقبل نوصل فيها نوصل فيها التجربة إن شاء الله بالنسبة للرقص يعني صعب يجب أن يكون الإنسان رقص ويعرف الخطوات الصحيحة حتى يعطي الجذور الرقص الصحيح مشي أنا عندي سؤال وليد في أغنية تونسية مشهورة جدا هي فلكلورية طبعا اللي هي لامون اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها شو القصة من وراها الأغنية هاي أنا لحبك تغني غالي أنت قبل ما نبدأ نحكي عليها يلا يلا نتما أنت قبل ما نطلسية لامون اللي غاروا مني ايها آي هاي اشتركوا في القناة 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 في المدينة إهدية تغرم بالموسيقى الإسبانية الموسيقى الفلامينكو فهو بالموسيقى ترى أغانية لكل فيها إيقاعات الفلامينكو هذا الرومبا والروح الإسبانية في الأغنية إذا تتمتع النغمة وتبقىها الروح الفلامينكو في الأغنية هو تعثر كثير بالموسيقى في الكلورية الفلامينكو في أغانيه الكل نعم شكراً شكراً لك على المعلومات القيمة يا أخواليد فعلاً المعلومات نحن ما كنا طبعاً أكيد نعرفها لكن الإنسان يتساءل طب هالأغني كثير مشهورة ومنحبها كثير ومنرددها لكن ما هي القصة أحياناً بتكون في قصص حلوة كثير وطريفة من وراء أغاني مشهورة مثل حتى مثل عنا في فلسطين زريفة طول يعني لها قصة جميلة جداً فشكراً لك على التوضيح يعني حلقتنا الليلة غنية بالمعلومات وأيضاً خفيفة الظل أنه عم نتعلم كثير عن هالبلد الحلو اللي طبعاً أكيد أنا دائماً أنا من أكثر الناس المشجعين أنه السياحة تكون في بلادنا العربية يعني بدءاً يعني يمكن منشوف كثير في مصر سياحة في مصر أو في المغرب يعني بحب يشجع الناس أنه زوروا تونس تعرفوا على حضارتها الجميلة والعريقة وشعبها الطيب ومعروفة أيضاً عن تونس الشواطئ الجميلة يعني يقضها السياح من أوروبا لجمال شواطئها ونظافة شواطئها يعني هاي معلومة معروفة جداً عن تونس يعني وشعبها أيضاً شو بقولوا اللي عنده إتيكات ومذوق يعني عنده ذوق عالي جداً ففعلاً بهالحلقة أنا شاكراً لكم عن جد بكل تواضع يعني على المعلومات الحلوة والقيم وأيضاً شاكراً لكم على انخراطكم بالمجتمع الكندي وتمثيلكم لبلدكم ولجاليتكم بطريقة جميلة جداً وتشرف هذا البلد العريق يعني أبدعتم تونس جميلة بخضارها بأشجارها ولكن أجمل ما في تونس هو أهلها وثقافتهم التي تعودنا عليها في المجتمع العربي من تونس بدأ العلم وانتشر للعالم فجامعة الزيتونة شاهدة على ذلك وبقيت شاهدة المطعم التونسي لم يفارق بيتاً من المشرق إلى المغرب فكلنا أكل الكسكس التونسي المرأة التونسية أثبتت للعالم أنها مرأة قوية الرجل التونسي أثبت للعالم جماله وفنه مثل وليد أنا حابب أشكركم في النهاية حاب أعطي كل منكم يجول في خاطره في أن يقدم أي شيء بده يحكيه نسينا أن نتكلم عنه أو بده يوجه رسالة للجمهور معك إيمان في البداية أول شيء شكراً على الاستضافة مرة أخرى تحيياتي للجميع أظن ما عندي إضافة محددة فقط لن نرجع خاطر حكاية تهمني شوية على غنية الهادي جميني وليد خاطر أنا أصلاً أنا أتفاجأت بتعريف وليد للغداية لأن الكلمات منتع الغنية وكل تقول على للموني اللي غاروا مني خذوا عيني شوكوا بيها هالسمراء اللي غرتوا مني وحبتوني باش ننساها يعني حتى كي كانت تغنى في الإطار هي ما نعرش أنا مرت هادي جويني دوجة هادي جويني شنية أصولها ولا ولكن يعني في المعروف العام لكتوينتا إنه هي على امرأة صمراء وإنه الناس لموه إنه عشق هذه الصمراء يعني هذا اللي أنا نعرفه يعني وليد فاجأني بالتعريف للغداية بنيش عارفة يا ممكن أكيد يعني أنا نعرف أنا في التعريف يعني قلت يمكن حسب الروايات هي روايات مختلفة تمت كيف؟ نعم هي روايات مختلفة ورواية صحيحة يعني يمكن تكون مرأة صمرة يمكن تقول مرأة شقرة وإحنا نعرفه في كتابة الأغاني الكتابة يعني تكون تحت السطور يعني ما تحتشي الحكاية صحيحة مية في المية للتمويه للتمويه يعني للتمويه طبعا يعني أنا باحتكاكي أنا باحتكاكي للفنانين يمكن تكون غالطة يمكن تكون صحيحة يعني لكن أنا الموضوع لا يسمعته يعني من بعض الفنانين اللي هو في السن هو قريب أقرب ليه يعني هذا هو هذا هو هذا هو يعني شفت بين رؤية وليد أو ما يروج داخل البحراب الفني وبين الشائع يعني أنا في الشائع من 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 كلمات الأغنية اللي هو مقترن بصمراء وكذلك فقط ولكن عموما شكرا على الاستضافة وسعيدة جدا أني شاركتكم اليوم وأني كنت مع وليد الغربي طبعا وليد نحن نتقابل تقريبا كل سنة في هذا التوقيت تحديدا في مهرجان الاخير شكرا و شكرا لجميع المستمعين اللي تابعونا والمشاهدين اللي تابعونا طيلة هذه الحلقة شكرا شكرا لك يا إيمان وليد أنا حبيب جدا كيف كيف إيمان يعني مشكركم لكلكم على الاستضافة هذه واللي فكرتوا فينا مش نحكيه على تونسنا اللي نحن ديما نتوحشوها هذه كأرضنا وجدورنا وتاريخنا وحضرتنا وبلادنا الغالية اللي تخلقنا فيها ونشوالا نموتوا فيها قد منعطيه لبلادنا وشوية معناها من أجموش نصف حب الحب الوطن ونحن بععد في الغربة على تونس وضيما نستنعوه بالفارقة الصعبة ونحن نرجع ونرجع ونصفش نظر الأهل والعائلة والأخباب هذا يعني لشكة والاختلاف في ذلك فأمتني قبل إليك يعني يحكينا على السياحة نحب نزيد نضيف شوية في السياحة اللي يسمعوا فينا ويتابعوا في البرنامج اللي من أهم الخصوصيات في كونس اللي بلد فيه الصحراء يعني بكل تفاصيلها فيها البحر الابيض المتوسط بكل تفاصيله وبكل يعني مياه وسمك والمتغير والناد ومطعم يعني لأكيد يكون الوحيد في العالم يعني نقطة سمك البحر الابيض المتوسط فيه الخيرات الفلاحية كما حكينا في زيت الزيتون الجبال يعني تناجم تكون تزور تونس تتمتع بالبحر تتمتع بالصحرات تتمتع بالجبال الفصول اللي هي أيضا أجمل الفصول يعني بلد سياحي بمتياز ومشان الله رب يقدر الخير وشوفوا بلادنا في تقدم وفي تحصن في ازدهار نعود بكل شكر لكم الدومة على الاستضافة هذه ان شاء الله شكرا لكم وليت شركت نهينا بمعذوفة حلقة اليوم معذوفة نعم والله افجأتني مش نعزفت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله 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 مرحوش 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 ابدعتم ابدعتم اليوم كنتم متألقين برشا انا بحكي لكل من سمعنا على كنار تي في بنشكر كل من وليد وإيمان على حضورهم اليوم وتلبيتهم الدعوة للتحدث عن الفلكلور التونسي بدعوا أي شخص يحب ثقافته وفلكلوره وممكن يتحدث عنه يعمل شوية ريسيرج يتواصل معنا عشان نتكلم عن هذا الفلكلور وهذه الثقافة لازم نسلط الضوء على الثقافة في كل الدول العربية إن شاء الله بنحكي لإخواننا التوانسا أنكم دائما تتوحشون يعني نشتاقلكم دائما فإن شاء الله رب العالمين نراكم قريبا في حلقة جديدة غدا في حلقتين رح يكونوا عندنا حلقتين غدا ساعة سبعة يكون عندنا الكتاب نادي الكتاب مع محمد عيسى والثاعة الساعة سيكون نادي رواد الأعمال مع محمد التميمي شكرا لكم إذا فائن آخر تصبحونا على خير تصبحونا على خير اشتركوا في القناة